الكنيسة أصدارة بيان لسه من دقائق قبل الحلقة بخصوص السمينار اللي كان من المفترض عقده أو كان المفروض أنه هو هيتعمل في نوفمبر الجاري الشهر ده الكنيسة يعني أصدارة بيان النهاردة خلوني أقرأ البيان لحضراتكو هو معين على الشاشة دلوقتي اجتمعت اليوم الثلاثة خمسة نوفمبر 2024 اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني وحضور أصحاب النيافة الأنبى بنيمين والأنبى تدرس والأنبى بولا والأنبى ماركوس والأنبى إبرقام والأنبى بخوم والأنبى تماس والأنبى دانيال والأنبى مكسيموس والأنبى يؤنس والأنبى برنابة والأنبى غبريال والأنبى دانيال والأنبى مقار والأنبى يوليوس والأنبى ثقفيلوس فيما اعتذر نيافة الأنبا بيمين لنياحة أحد الأباء كهنة إبراشيته كما حضر الاجتماع دول الأباء الأساقفة اللي حضروا داخل مصر وحضر أيضا الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون من لوس أنجلوس والأنبا يوسف من جنوباي أمريكا والأنبا جابريل من النمسا عبر شبكة الانترنت عبر تطبيق زوم اللجنة نقشت العديد من الموضوعات الرعوية كالتالي أولا بخصوص التداعيات الأخيرة للسمينار الذي كان مكررا عقده في شهر نوفمبر الجاري شرح بعض الأباء وجهة نظرهم وتلقوا إضاحات عن بعض ملبسات الموضوع مما حدى ببعضهم إلى تقديم اعتذار عن بعض التصريحات التي صدرت عنهم بحسن نئية وعليه واحد يستنكر أعضاء اللجنة تصرف من قام بتسريب أو نشر قائمة بأسماء قائمة أسماء بعض من الأباء المطارنة والأصقفة والإدعاء بأنهم يصنعون تكتلا معارضا داخل الكنيسة الأمر الذي لا يمط للحقيقة بصلة وتؤكد اللجنة أن أمور المجمع المقدس تناقش داخله فقط بكل شفافية وإخلاص اتنين تؤكد اللجنة على وحدانية الكنيسة بجميع أباءها أعضاء المجمع المقدس حول وتحت قيادة قداسة البابا توادروس الثاني تلاتة نطلب من الجميع عدم الالتفات إلى ما تم نشره خلال الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي والذي استهدف إثارة المتابعين وتشويه الكنيسة وأبائها الأمناء ثانيا كرر المجتمعون ما يلي واحد تشكيل لجنة مجمعية لمناقشة ودراسة أي تعاليم غريبة عن الإيمان الأرثوذوكسي تصدر عن أي شخص يعلم داخل الكنيسة مع التأكيد على أنه ليس من حق أي أحد اتهام أي شخص في الكنيسة دون تحقيق وصدور قرار من المجمع المقدس حيالي اتنين تشكيل لجنة مجمعية للتحقيق مع بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي التي دأبت على الهجوم على الكنيسة وأبائها باستمرار واستخدام أسليب الإثارة والإشاعات والتضليل في تناول أمور الكنيسة في محاولة للإحاء أن أباء الكنيسة يفرطون في إيمانهم ثالثا بعد مناقشة بعض الأمور الرعوية والكنسية واحد أشادت اللجنة بجهود الكنيسة بقيادة قداسة البابا واستضافتها لقاء الكنائس الأرثوذوكسية بالعالم الذي جار الشهر الماضي في مصر اتنين تم الاتفاق على استمرار الصلاة لأجل وحدة كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذوكسية ولأجل اختيار بطريارك جديد لكنيسة إيرتريا ثلاثا وأخيرا أشاد أعضاء اللجنة بتطور العلاقات مع الكنيسة الروسية الأرثوذوكسية وفي هذا السياق سيتم عقد حوار بين الكنيستين يومي 14 و15 نوفمبر الجاري في مصر وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إقامة القداس الاحتفالي بالعيد الثاني عشر لتجليس قداسة البابا يوم الاثنين 18 نوفمبر الحالي في مركز لوجوس الباباوي بدير القديس الأنباب شوي بوادي النوترون وانتهى الاجتماع كما بدأ بالصلاة والتقاط الصور التسكيرية وسلاما وبنيانا لكنيسة الله ده بيان مهم جدا وكان لازم نقوله لحضراتكم بخصوص السمينار اللي كان من المفترض عقده في نوفمبر الجاري ترجمة نانسي قنقر